السلام عليكم هذا فيديو غير العادة فيديو حبيت الرد على اخونا وصديقنا ايضا في القناة اللي هو صديقنا تحت المجهر تحت المجهر اللي يتكلم على يعني اسباب اسباب رفض اللاعبين الجزائرين او مزوجي الجنسية للمنتخب الجزائري تقريبا شفتوه نعني من قرش عطالة ملحق مية بالمية لكن قال لك انا ممكن اكون جيت انا في بلاستم ايضا ممكن يعني نختار اللاعب للمنتخب الفرنسي او المنتخب الاسباني او اي منتخب ولدت ثمة وترعرعت ثمة وانا للعقل واش يقول انا انتكلمت لكم بداي المنطق راهي صعبة جدا اخوان الكرام انك تنشأ وتكبر في دولة وتحسب اللي الدولة هذيك هي اللي اعطاتك وفي الاخير تروح تمثل دولة اخرى فبالنسباتي لهم راهم يعتقدوا باللي ما همش خانوا الجزائر وانما خانوا فرنسا بيتمديلهم الجزائر لانه فرنسا اللي اعطتني ماشي الجزائر اللي اعطتني في الاخير بغض النظر عن الاصول كان يقول لك لو ماشي الجزائر راه ما خلقش ومزتش الانسان هذا خلونا اخوان كرام انا لما نكبر في فرنسا نتربى في فرنسا ونقرأ في فرنسا وتوصلني فرنسا نخدم ونعمل وندير ونلعب وتوصلني الناوادي عالمية فبالتأكيد انا كانسان نحسب اللي فرنسا عطت لي اكثر من اي بلد اخر في العالم هذا نتكلم عن الكوطي العنصري والراسيزم الموجود في على السبيل المثال اخطونا من العاطفة ومشي معنا تاراني نهضرها كراني عاطفي ان اني اصلا انا نرفض هذه الكلمة وما نحبش كلمة العاطفة انا نتكلم على وش راني نشوف انا يا اخي وانت ايضا صديقنا في القناة توراني دائما متابعين القناة انتعك يا اخويا ايضا حبيت الرد عليك يعني بكل احترام ونتبع فيديوهاتك لكن لما سمعت هذا الكلام بصراحة انا ضد هذه الفكرة اللي راك تتبنىها انت يا صديقي وانا نعطيك امثلة حية واللي منهم لاعبين هذون اللي ندموا على اختيارها مثلا المنتخب الفرنسي سامير ناصري اللي امه جزائرية وابو ايضا جزائري اللي ندم على اختيار المنتخب الخرنسي ايضا نتكلموا على نبي الفقير اللي ثاني كان في مدينة ليون اه في فرنسا وايضا ثاني اه في اخر يعني في اخر دقائق اختار المنتخب الفرنسي ورانا شفنا وش عانا منه نبي الفقير ووش عانا منه اه سامير ناصري ورانا تكلمها بصريح العبارة قبلها ايضا اه كمال مريم واللي العبر فقط اربع مباريات دولية واللي كانوا يحوس عليها ذاك انذاك المنتخب الوطني الجزائري وكان حابوع الاقلي مثل المنتخب الجزائري من وراء زيدان زيدان لما تكلمش يعني حاجة واحدة اخرى زيدان وكل ما فعله للمنتخب الفرنسي ورانا شفنا وصير فيه على كل حال زيدان يبقى حالة خاصة لانه في الحديث الكثير على ان الاتحادية الجزائرية هنا في وقتها هي تقريبا من رفض اه من رفض اه زيدان حسام عوار واللي انا من الاوائل اللي كنت نقول لكم باللي انا هو راحي مثل المنتخب الجزائري حتى وكان مثل المنتخب الخرنسي وانا كنت نقول لكم باللي عوار لاعبا للمنتخب الجزائري ممكن اخي تا اذا ما تعرف ليش المتابعين انت واكرام يعرفوني ومشي هذه القناة اللي كانت تعدي كانت على تعدي قناة فيها خمسة وسبعين الف مشترك امي هشام في العارضة يعرفني واخونا الشين وكان كان مزل وقال الله وعلم مفتحش حاصة قناة فيها انا ذاك وهم يعرفوني جمعة بزاف يا اخويا وانا تكلمت على هذا الامر على ان حسام عوار في المنتخب الجزائري ايضا كائنا لاعبين بزاف اللي منهم كريم بن زيمة ايضا وشفنا وجدار للمنتخب الفرنسي وجدار للمنتخب الفرنسي وافضل لاعب في العالم وشفته كيفاه خرج من المنتخب الفرنسي وشفته كيفاه اعلن اعتزال تاعه وشفته واصرا فيه مع الاتحاديات نجي الكلام يا اخويا لاني حبيت الرد عليك عليه انت تقول يا اخويا تحت المجهر اخونا المختار تقول باللي انا لو كانت ربا في فرنسا ونشرب في فرنسا وناكل في فرنسا ونلعب في فرنسا وداويني فرنسا وعشت في فرنسا يعني خلاص انت يعني يحق لك اللاعب مع المنتخب الفرنسي هكذا قصدك انت هكذا حبيت تقول وتقول بانه ممكن يعني رهم اللاعبين هذون رهم يشوفوا بلي اذا لعبوا للمنتخب الجزائري كأنهم خانوا فرنسا ولم يخونوا الجزائري يا اخي تقول بلي الاصول 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 بعدونا منها كفهم بعد من الاصول الاصول هي الصح الاصول اسمها الاصول وليست الفروع يا اخي الغالي تحت المجهر اسمها اصول وليست فروع هذا الاصل فقط الاسم حيكفي الاصول اصلي جزائري نلعب مع المنتخب الجزائري وشوفنا اللاعبين الجزائري اللي خيروا المنتخب الجزائري على غرار كريم بنزيمة ورياض محرز اسماعيل بن ناصر وغيرهم غيرهم غيرهم اللاعبين اللي خيروا المنتخب الوطني الجزائري حسن يبدأ وغيرهم يعني من الاوائل ومن من الاوائل ومن الاخرين اللي خيروا المنتخب الجزائري كيف تعاملوا يعني كفاه عاملوا فيهم الشعب الجزائري وكل الجزائري كفاه عاطينهم قيمة كريمة نور غيرهم وغيرهم يعني اللي اختاروا المنتخب الجزائري واللي راهم مزالوا لحد الان يحبوا منتخبهم الجزائري وصفيهم في قولي وغيرهم اللي يعني شفت شفت الفرق يعني بين معاملة تاع الشعب الجزائري لهؤلاء اللاعبين ومعاملة انتاع الشعب الخرنسي او الاوروبي لهؤلاء اللاعبين يعني هنا تقدر تقول بلي الاصول عندها بتقدرش تقول يا اخوي انا انا كل في فرنسا ونشرب فرنسا وصايراني فرنسي هنا يوم خيار فرنسا نزيد ان انا نذكرك بلي هذي اللي انا بزاف قلتها في اللايفات التوعي وقلتها الاخوان والاصدقاء قلت لهم يا اخوتي كي تقولي انا اكله في فرنسا وشرب في فرنسا ودوى في فرنسا وما نش عارف ويحقوا له اختيار انا شوفه باش نتفهمه ما قلتش بلي خاين اذا اختار خرنسا ما قلتش بلي خاين وما خونتوش وممكن يقول بلي اختيار رياضي الله يسهل اختيار رياضي لكن باش تقولي يحقوا له اختيار خرنسا على الجزائر فهذا غير مقبول اطلاقا هذا غير مقبول اطلاقا لانه الاولى الاولى له اختيار منتخب الجزائري فمتني يا اخويا العزيز هذه اول حاجة ثاني حاجة حبيت نتكلم على الخيرات اللي ديتها خرنسا من افريقيا كامل وخاصة من الجزائر وانت على بالك باللين نصر الحديد اذا ما هوش الكل تعبرج ايضا هم الجزائر اذا رأك حبيت تقولك بلد تحكينا على تاريخيا وعلى الديانة وعلى الامور كاي النقاط انا راني معاك فيهم دوك تسمع اخونا ذاني راني شو نادر هكذا تسمع هو وجه الاخونا تحت المجهر امور راني معاك فيهم لكن امور من الساوج بيننا خرنسا دات خيرات الجزائر وتربيه انتهي هذا الجزائري هذا تربيه عندك وتوكله وتشربه وتقريه وجي يلعب عندي فمتنيه وهذا مزال ما دي لاش حقنا من خرنسا اذا رك تحوس يا اخويا العزيز تقولي باللي من حقه يلعب ما حقوش يلعب ما حقوش اذا اختار رياضيا الله سهل وما نخونوش وما قلتكش باللي نخونو ما قلتكش انا باللي نخونو لكن باش تقول انا يعني في نفسك لو ترعرعت ثمك في فرنسا واكلته وشربته وداويته وما نش عارفه ولعبته ووليت من اكبر نجوم العالم على انك تخير خرنسا اه اللي هي رباتك وتنكر الاصول اللي هي اصولك جزائرية ودمك جزائري وتقول عادي نورمال ما هيش عادي وما هيش نورمال ونتمنى منك تصح هذا الخطأ اللي رك قلتو اذا تايا تشوف فيها قناعة عن ذاتك يا اخي هذيك سمح لي فيها لكن باش الاخوان اللي رم يتابعوا فيك والجمهور اللي غايتابع فيك واللي رهم راحين يسمعو لك ويتابعوا فيك تقول لهم هذا الكلام راهو كلام خطير هذا يا اخي انا رانيشوفو كلام خطير وما يتقالش هذا كلام خطير وما يتقالش وما هيش عاطفة واخطوني من العاطفة وما ينش نتكلم عاطفة يا اخي الازيز ونورمال اني نستنى فردتاك يا الازيز عادي انا عادي حبيت ندير فيديو هذا واني اكتبته لك في تعليق وتلك راح نرد عليك في هذه الكلمة يا اخي حبيت يعني الناس هذو اللي عرفوا الناس كيفا رام يفكروا كل واحد وكيفا راي فكر باش ما منتايا ما تجمعش وتقول لا لا هذون عدم حق وهذون ما عدمش حق وربي يوفقك ان شاء الله وينجحك في القناة التاعك ونتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله تحيتي ايضا العمي هشام في العارضة والاخونا الشين والحاسي وجماعة كامل اللي رام يدافعوا للمتخب الوطني الجزائري كلنا لدينا اخطاء كلنا لدينا هفوات كلنا لدينا يعني امور سلبية ما ناش كلش ايجابيين واني قلت لك الاخوة ما يعرفوني كانت عندي خمس قناة فيها خمس سبين الف مشترك وكانت عندي فيها خمس وعشرين الف مشترك ودرت قناة فيها ثلاث ثلاث ودرت قناوات كبيرة ما اكتبش ربي فيهم لكن انا عجبت من القناة التاعك عجبتني اني نتابع فيك لكن لما نشوف حاجة كما هذه ارد عليك كما رديت على عبدالله ديزاد من قبل وهذه هي يا اخويا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته